اتفاقية تعاون وقعتها جمعية الهلال الأحمر مع منظمة إنقاذ طفولة العالمية بهدف توفير الرعاية الصحية للأطفال السوريين سواء في المخيمات السورية أو اللاجئين في دول الجوار السوري رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير أكد أن الاتفاقية تنص على توفير الأدوية الأساسية وتوزيعها على المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة مضيفا أنها تنص أيضا على سرعة الاستجابة وإنقاذ الطفولة وحياة الأسر موضحا أن الاتفاقية لها نعكاسات طيبة وإيجابية على الأطفال السوريين لأسيما الظروف الصعبة التي يعيشونها